بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأسهر الله أن يفقنا لما يحب ويرضى في موضوع قصص القرآن تحدثنا عن تعريف القصص ثم أنواع قصص القرآن ومزايا قصص القرآن ثم ذكرنا فوائد قصص القرآن في اللقاء السابق نتحدث اليوم عن مسألة أو في هذا اللقاء عن مسألة تتعلق بالقصص وهي لماذا تتكرر القصة في القرآن من تأمل القرآن وجد أن عددا من قصص القرآن تتكرر في أكثر من صورة وتأتي في صورة مكية ومدنية وفي صورة طويلة وفي صورة قصيرة في عدد من الصور فمثلا قصة موسى عليه السلام تنوعت وجاءت في صور متعددة في البقرة في الأعراف في طاها في القصص وجاءت مختصرة في بعض الصور في الشعراء جاءت مطولة في الشعراء جاءت مختصرة في صورة مثلا النازعات كذلك قصة نوح وقصة هود وقصة إبراهيم عليه السلام كل هذه القصة استكررت فمن حكمة لماذا لم تذكر إلا مرة واحدة؟ ما الحكمة من تكرارها في القرآن في أكثر بمرة؟ وهل يحق لمن أراد أن يطعم في القرآن أن يقول إن القرآن فيه تكرار؟ ولذلك يكرر القصة أكثر من مرة؟ نقول لا هذا من الجهل وإنما تكررت القصة في القرآن لحكم ذكرها العلماء وتكلموا عنها فذكر الشيخ منع القطان مثلا هذه المسألة في كتابه مباحث في علوم القرآن لما تكلم عن موضوع القصص فذكر تكرار القصة وحكمته أو تكرار القصص وحكمته قال رحمه الله يجتمل القرآن الكريم على كثير من القصص التي تكرر في غير موضع والذي تكرر في غير موضع فالقصة الواحدة يتعدد ذكرها في القرآن وتعرض في صور مختلفة في التقديم والتأخير والإيجاز والإطناب وما شابه ذلك ومن حكمة هذا أولا بيان بلاغة القرآن في أعلى مراتبها فمن خصائص البلاغة إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة والقصة المتكررة ترد في كل موضع بأسلوب يتميز عن الآخر وتصاغ في قالب غير القالب ولا يمل الإنسان من تكرارها بل تتجدد في نفسه معاني لا تحصل له بقراءتها في الموضع أو في المواضع الأخرى وهذا واضح وبيّن فنجد أن من قرأ قصة في موضع ثم قرأها في موضع آخر بل يحب الاستماع إليها ويتشوف إلى ذلك هذه الفائدة الأولى بيان بلاغة القرآن الكريم ثم قال من أيضا فوائد تكرار القصص قوة الإعجاز فإراد المعنى الواحد في صور متعددة مع عجز العرب عن الإتيام بصورة منها أبلغ في التحدي إراد المعنى الواحد في صور متعددة مع عجز العرب عن الإتيام بصورة منها أبلغ في التحدي يعني أن يلد موضع في القصة أو معنى في القصة ثم يتكرر في صور متعددة ومع هذا التعدد الذي ورد في القرآن لم يستطع العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل هذا اللفظ الذي يؤدي هذا المعنى لا شك أنه من صور إعجاز القرآن الكريم الفائدة الثالثة الاهتمام بشأن القصة قد تكون القصة مهمة فتتكرر لتمكين عبريها في النفس فإن التكرار من طرق التأكيد وأمارات الاهتمام وهذا معروف الشيء المهم يتكرر ومعلوم سيأتي قراءة في كلام ابن عشور أن الكلام المهم يحتاج إلى تكرار في مواضع متعددة كما هو الحال في قصة موسى مع فرعون لأنها تمثل الصراع بين الحق والباطل أتم تمثيل مع أن القصة لا تكرر في الصورة الواحدة مهما كثرة تكرارها هذه فائدة أن القصة لا تتكرر في الصورة الواحدة وإنما تتكرر في القرآن في صور أخرى ثم ذكر من الفوائد اختلاف الغاية التي تساق من أجلها القصة فتذكر بعض معانيها الوفية أو الوافية بالغرض في مقام وتبرز معاني أخرى في سائل المقامات حسب اختلاف مقتضيات الأحوال قد تورد القصة لأن السورة في بيان مثلا تقرير العقيدة وقد تورد القصة في بيان عاقبة المكذبين وقد تورد القصة في سورة أخرى لبيان مثلا عاقبة المتقين والنصر الذي يعني يكون لهم في النهاية وقد يكون المقصود من السورة أحيانا بيان أساليب الدعوة فتذكر القصة لأن فيها عدة أساليب من أساليب الدعوة أشاهد أن كل موضع لا بد أن يكون هناك معاني تظهر في هذا الموضع قد لا تتضح في المواضع الأخرى ولذلك تتكرر هذا حاصل ما أورده الشيخ مناع القطان في هذه المسألة لو رجعنا إلى مثلا كتاب ابن عشور وقد تفصل في هذه المسألة حقيقة عندما تكلم عن التكرار وقال وهذا مقام تظهر فيه مقدرة الخطباء فيحصل من ذكر هذا المقصد ثم قال تحصل معه مقاصد أخرى يقول بعد أن تكلم أورد السؤال ما فائدة تكرار القصة في سور كثيرة قال ربما تطرق هذا الهاجس ببعضهم إلى مناهج الإلحاد في القرآن والذي يكشف لسائر المتحيرين حيرتهم على اختلاف نواياهم وتفاوت مداركهم أن القرآن كما قلنا لاحظ هذه القضية هو بالخطب والمواعظ أشبه منه بالتأليف يعني هو بالخطب والمواعظ أشبه منه بالتأليف يعني أن القرآن كأنه يشبه المواعظ والخطب وفوائد القصص تشتلبها المناسبات فتذكر القصة كالبرهان على الغرض المسوقة هي معه فلا يعد ذكرها مع غرضها تكريرا لها لأن سبق ذكرها إنما كان في مناسبات أخرى كما لا يقال للخطيب في قوم ثم دعته المناسبات إلى أن وقف خطيبا في مثل مقامه الأول فخطب بمعاني تضمنتها خطبته السابقة إنه أعاد الخطبة بل إنه أعاد معانيها ولم يعد ألفاظ خطبته وهذا مقام تظهر فيه مقدرة الخطباء فيحصل من ذكرها في هذا المقصد الخطابي ثم قال ثم تحصل معه مقاصد أخرى للتكرار أحدها رسوخها في الأذهان بتكريرها رسوخها في الأذهان بتكريرها وهذه مسألة أو فائدة مهمة لأن التكرار يرسخ في الأذهان لأن التكرار يرسخ المعاني في الأذهان الأمر الثاني ظهور البلاغة فإن تكرير الكلام في الغرض الواحد من شأنه أن يذقل على البليق فإذا جاء اللاحق منه إثر السابق مع تفنن في المعاني باختلاف طرق أدائها من مجاز أو استعارات أو كناية وتفنن الألفاظ وتراكيبها بما تقتضيه الفصاحة وسعة اللغة باستعمال المترادفات دل ذلك على أن هذا من وجوه الإعجاز الثالث أن يسمع اللاحقون تأمل هذه الفائدة أن يسمع اللاحقون من المؤمنين في وقت نزول القرآن ذكر القصة التي كانت فاتتهم مماثلتها أو السورة المماثلة لها أو القصة المماثلة لها قبل إسلامهم أو في مدة مغيبهم فإن تلقي القرآن عند نزوله أوقعوا في النفوس من تطلبه من حافظيه هذا كلام مهم ونفيس حقيقة يعني الآن الصحابة رضي الله عنه كانوا يدخلون في الإسلام شيئا فشيئا وهذه القصة نزلت سافقا فلما تنزل مرة أخرى ويسمعها الداخلون في الإسلام يعني يتلذذون بها ويعرفون معانيها وتحدث لهم معاني جديدة أيضا لأنهم أول مرة يسمعونها وإن كانت قد نزلت قبل على من قبلهم ثم ذكر هنا الفائدة الرابعة أن جمع المؤمنين جميع القرآن حفظا كان نادرا بل تجد البعض يحفظ بعض الصور فيكون الذي حافظ إحدى الصور التي ذكرت فيها قصة معينة عالما بتلك القصة وهذه فائدة أيضا لطيفة يعني بعض الناس يحفظ سورة البقرة وبعضهم يحفظ جزء عماو وآخر القرآن بعضهم يحفظ من وسط القرآن أو سورة الكهن وبعضهم يحفظ المريم يعني على قد الحفظه يحصل على معاني اجتملت عليها هذه القصة التي ذكرت هنا قال كعلمي من حفظ صورة أخرى ذكرت فيها تلك القصة قال أن تلك القصة استختلف حكاية القصة الواحدة منها بأسالي مختلفة ويذكر في بعض حكاية القصة الواحدة ما لم يذكر في بعضها الآخر وذلك لأسباب منها تجنب التطويل في الحكاية الواحدة فيقتصر على موضع العبرة منها في موضع ويذكر آخر في موضع آخر فيحصل من متفرق مواضعها في القرآن كمال القصة أو كمال المقصود منها وفي بعضها ما هو شرح لبعض ومنها أن يكون بعض القصة المذكور في موضع مناسبا للحالة المقصودة من سامعها ومن أجل ذلك تجد ذكرا لبعض القصة في موضع وتجد ذكرا لبعض آخر منها في موضع آخر لأن فيما يذكر منها مناسبة للسياق الذي سيقت له فإنها تارة تساق إلى المشركين وتارة إلى أهل الكتاب وتارة تساق إلى المؤمنين وتارة إلى كليهما وقد تساق للطائفة من هؤلاء في حالة خاصة ثم تساق إليها في حالة أخرى وبذلك تتفاوت بالإطناب والإيجاز على حسب المقامات ألا ترى قصة بعث موسى كيف بسطت في سورة طه وسورة الشعراء وكيف أوجزت في آيتين في سورة الفرقان ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا ومنها أنه قد يقصد تارة التنبيه على خطأ المخاطبين فيما ينقلونه من تلك القصة وتارة لا يقصد ذلك فهذه تحقيقات سمحت بها القريحة وربما كانت بعض معانيها في كلام السابقين غير صريحة جمعها لنا ابن عشور هنا في أيضا كتابه التحليل والتنوير في المقدمة السادسة فنضيفها إلى ما أورده الشيخ مناع القطان في كتابه وما ذكره العلماء في كتب علوم القرآن وما ذكره أيضا أصحاب الكتب التي ألفت في القصص نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا من المتدبرين لكتابه والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين